السلام عليكم ورحمة الله اليوم سمعنا خبر ما حلو بنوب انه ظهر شيء اسمه انفلونزا الطيور من جديد وهي سلالة جديدة اقوى من اللي قبله لذلك نازم ناخد حذرنا فعشو هنحكي عن هذه انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور هو فيروس اسمه متعرف عليه H5N1 هذا الفيروس ظهر 1997 او اول من عرف بالصين طبعا هو بينطيور الدجاج وغيرهم اي نوع من الطيور بعدين ينتقل بين الطيور وممكن ينتقل للانسان واذا انتهى للانسان طبعا ينتقل بقى من انسان لانسان طبعا 60% من الناس اللي انصابوا بهذا الفيروس توفوا يعني من اصل مية ما اتوفى 60% لانه انصابوا بهذا الفيروس وهو مميت هذا الفيروس السبب انه وممكن انه يضرب الجهاز التنفس يعني يضعفه كثيرا لا بد انه يرؤي الواحة المشفى بمعظم الوقت بيأثر مية بالمية على المسنين واللي عندهم جهاز مناعي ضعيف والاطفال كمان خطير جدا على الاطفال والمسنين واللي عندهم جهاز مناعي ضعيف وفي نفس الوقت اللي عندهم امراض مزمنة مثلا قلب عندهم مثلا فشل كلاوي او اي شيء او جهاز التنفس في ضعف بيأثر عليهم كثير ممكن يعني يؤدي للوفاة ومثلا انه 60% من اللي يصابوا به المرض توفوا ومثلا انه ظهر كمان 1997 بس هلأ المسخة الجديدة هاي هلأ يعني اقوى من اللي قبلها وهلأ بلشت الصين تاخد كمان حذرة وبلشت تتخلص من الدجاج والطيور تقتل منه نكتية طبعا الاعراض بتظهر عالشخص من بعد من يومين لثمين ايام هلأ شو هي الاعراض هي مثل الانفرغنزة العادية يعني ما بتختلف عالنا نهائيا مثل كورونا كمان حتى مأسالة حرارة التهاب حلق وجع عضلات جسم وعضلات وهن يحس بيتعب وجع راس التهاب جيوب ضعف بالتنفس هو هو نهون المشكلة ضعف التنفس هلأ شو الطبيب ممكن يوصف لك الراحة طبعا وانك تشرب مثلا شربة يعني تشرب ماء كتير ضروري انك تشرب سوائل كتير صراحة عصير ليمون فيتامين سي ويعطيك بيوصف لك مضادات فيروسات ادوية مضادات الفيروسات بس هي نازم تأخذها خلال يومين من الاعراض لانه بعدين ما بيعود بيأسر بس اول يومين من الاعراض هيك بيخفف نشاطه لهالفيروس طبعا يعطيه بعدين مضادات التهاب وشان يخفف الاعراض مثل الحرارة والتهاب الحلق وكذا وادوية المخففات الالم يعني تايلونول ادفيل وغيره بس الوقاية هي اهم شي عدم الاختلاط مع الناس مصابين الابتعاد على الاماكن المزداحمية عدم السفر بهالوقت هلا لانه هو الاكتر شي نعم بنقله السفر من بلد لبلد وهلا مركزه كمان نفس كورونا غسيل اليدين بالماء والصابون دائما التعقيم مهم جدا اذا بيلبس كمان ما يكون احسن لانه كمان هو بنتين عن طريق الرزازل مثل العطرس السعلي مثل كورونا بالضبط بس هذا اول الساعة كمان والامتناع عن اكل اي لحوم او دجاج غير مطهو لازم يكون مطهي مغلي ومطهي تماما طهو جيد جدا يعني يعني ما ناكله اي شي ناي يعني وكمان البيض حتى ها البيض لازم يكون مطهي ومغلي جيد جدا يعني طهي جيد جدا لازم ها ما ناكل اي شي ناي هذا مهم جدا ونبتعد عن مدما ان الزحم الازدحامات ونبتعد عن اي انسان مصاب حتى ما ينتقلنا العدوى ومدما انه هو بيأثر على المسنين وبيأثر على الاطفال كتير هذول بيتأثروا كتير وحاب الامراض المزمنين فهذا كان كل شي عندي عن انفلونزا الطيور H5N1 اللي هلا اظهر جديد وبيقوة كبيرة والله يلطف فينا ولا تنسونا مششيروا لايك وسبسكرايب والسلام عليكم اشتركوا في القناة